عندما تقترب النفغة الاولى يرسل الله تعالى ريحا ليلة الين من الحرير لا تجد عكدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ثم يأمر الله الملك إسرافيلة بالنفغة الاولى وبعدها فعق من في السمارات ومن في العرض إلا من شاء الله وتظل الدنيا هكذا أربعين عاما ليس على دارها حي ليس على دارها أحد حي إلا الله الكل نام تحت الطراب لا روسيا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا انجلسرا ولا الصين ولا فرنزا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرع قاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا يمتا وعندما تخل الدنيا وتبتل الأرض غير الأرض والسماوات يقول الله تعالى يا ملك الموت من الذي بقي من الخلق الانس مات والجن مات والملائكة ماتت الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة فنزل قوله تعالى كل من عليها كان قالت الملائكة لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقار رحده ماتت الملائكة والإن والجن والطيب وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأل الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت يقول إلهي لم يفق إلا جبريل ولو وإسرافيل وعبدك الماثر الآن بين يديك فيقبض روح جبريل من بقيه يقول ميكايل وإسرافيل وأنا العبد الزليل بين يديك اقبض روح ميكايل يا ملك الموت فاقبضها اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت فاقبضها ثم يسأله الجبريل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت فيقول لن يفق إلا أنا العبد الزليل بين يديك فيقول له الله موت يا ملك الموت موت يا ملك الموت فيموت ملك الموت وعندما يشعر بثكرات الموت يقول عزتك وجلالك لو كنت أعلم أن فكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك أن تعاطيني من قبل أرواح العباد ويا موت ويا موت ويا موت يا موت ملك ويرجع الله إلى الدنيا وهي أخوه إلى تلعب وأرواحها السمس صورت والنجوم انقذرت والجبال سيرت والآشار الخلف والبحار تسترت والنفوس زوجت السماء تشفت الجنة اجلتت الجحيم سعرت ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية فيقول يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك أين بحارك أين قصورك أين الملوك أين الملوك أين أبناء الملوك أين الجبابرة أين أبناء الجبابرة أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري لبن الملوك لبن الملوك لبن الملوك أين سكان البيت البيض أين حكام الكرميل أين سكان عبدين وقصر الدين وسكنتم في مشاكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بكم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الدباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر